طيب زي ما قدرنا نحدد بتصنيف الألوان يا دكتور الطالب بيستقبل إزاي والحواس بتاعته هل هنقدر نحدد كمان كفاءته شعورياً ميقوله على بعض المواد نقاط القوة بص حاجة أكل ده علشان يعرف بعد كده يعني يختار كليته يشوف ميقوله إيه حضرتك فيه دوقتي توجه على مستوى العالم مش على مستوى المصفق والدول العربية اللي هو موضوع إن تحديد التخصص المعرفي الحرفي للشخص من صغره أنا باجد ده بإزاي بيعلموا الناس إزاي تسجنوا في ضعفهم أو عشان تكون أكثر دقة بتسجنوا في قوتهم أنا عمد شورة اختبارات لقيت الوقت ده الشاب ده والصبي ده أو البنت الجميلة دي شاطرين مثلا ممكن يكون شاطر في رضيات مثلا مثلا يعني وأقول إيه إن هو كمان البعد الهندسي عنده قوي والفراغي عنده قوي فالإنفع مثلا مهندس معمال مثلا أو مهندس إنشائي مثلا فيه برامج ودقيقة جدا في تحديد الحرفي اللي هم بيعملوه ده صح النسبة الصح في علا اللي هم بيعملهوش حضرتك إن هم مش شايفين البعدين الأخرين هو باسس على البعد المعرفي مش باسس على البعد الشعوري ولا الحاسي يعني عديك المثال شابين متخرجين من كل الطب والإثنين شاطرين جدا في كل الطب وطلعين من الدرجات عالية جدا بعد ما اتخرجوا بيتده واشتغلوا بقى في المستشفات وكده فالإثنين في التدريب بتاعهم واحد حطوه في استقبال المستشفى وهو شاطر قوي واحد تاني شاطر جدا كان ما اسميه له بالزبط وحطينه في الإنعاج بتاع المستشفى لو المحتوط في استقبال المستشفى ده انطوائي جدا وفي حاله جدا ودايما مشاعره وتواصله مع نفسه عالي جدا وعنده مشكلة ومش بيرتاح في التواصل مع الآخر لو حططت إيه في استقبال هينتحل فاستحمل اه بينما بتاع الإنعاش اللي تحط في الإنعاش ده اجتماعي جدا ومتحدث جدا وبيحب يسمع وتواصل مختبال حدثة فده في الإنعاش يموت طبعا هل ده له علاقة بالحفة بأنه طبيب نعم مش أي علاقة فالبعد الحسي والبعد الشعوري في غاية الأهمية مش البعد المعارفي فقط إن شاء الله في برنامج الجيس الشعوري اللي هنقدمه اللي هو أتوقع هيبقى على سنة 23 أو على 24 لسه قدامنا فيه بتاع سنة إن شاء الله أتوقع إن إحنا هنقدم البعد المعرفي مربوط بالبعد الشعوري والحسي لأن أنا ممكن جدا أبقى دكتور شاطر وأشتغل في الإنعاش وأبقى نفس الشخص يبقى محامي شاطر ويشتغل في المرافعة ما هيشتغلش في تحليل القضية مثلا ما هي حضرتك أنا مش خبير محامي القانون يعني عايزة أقوله إيه إن هو مش هبقى مقصور على حرفة لأن الحرفة مجرد مهارة أداية هتعلمها المشكلة مش في الحرفة المشكلة معظمها مش في الحرفة المشكلة معظمها في البعد الحسي أو بالإضافة للبعد الحرفي هيلاقي حرف كتير تناسب البعد الحسي والشعوري بتاعه وبالتالي يقدر يبدع فيها